لكن للأسف النهاردة خبر مش كويس عمار حمدي أصيب بكدمة شديدة جدا 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 في قصبت رجله وخرج بتغيير بكدمة شديدة شويتين واتأكدنا اللي لسه بقى هيجري إشاعة عليها وإن شاء الله هنتمنكم عليه عمار حمدي واحد من اللعيبة المتميزين جدا 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 كمان من ضمن أخبارنا اللي عايزة أقولها ألي ديانج كنا قلنا في قط اللبس من أسبوع العروض تركيا وعروض من ألمانيا النادي الأهلي حسم الموضوع وطالب رقم معين بس عرفنا من مصادرنا قط اللبس داخل النادي الأهلي في الكواليس إن النادي الأهلي مستني أمم أفريقيا أجل الكلام ده خالص ليه؟ علشان اللاعب ظاهر بشكل كويس جدا العروض بتخلي مستوى يبقى فيه هبوط ما بقاش مركز بشكل كبير عشان كده النادي الأهلي منتظر أمم أفريقيا اللاعب إن شاء الله يتقلق ويبيعه بالمبلغ اللي هو عايزه فأجل الكلام ده بالكامل حتى محمد شريف فيه عروض كتير جدا عن طريق أعماله النادي الأهلي قفل الباب وده كلامنا مع بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي عايزين يفريه في حال التركيز عايز يستعيد الدوري عايز يفوز بطولة أفريقيا فبيقفل على لعبته من العروض اللي موجودة عايز أروح كمان لنادي الزمالك عندي خبر مهم جدا جدا لنادي الزمالك مكتوب على نادي الزمالك المشاكل المدير الفني لنادي الزمالك جاهله عرض قطري وهو شايف اللي فيه مشاكل وده هنا فيه مستحقات وده هنا لعبة ما بتصرفش فلوس سواء عقد الحالة بعد الهزيمة من نادي الأهلي بيحاول يرتب أوراقه بيلم لعبته بيقفل على نفس قودة لبسه ولكن الراجل نفسيا مش مرتاح وكمان الاستقرار مهم جدا فيه انتخابات ما فيه انتخابات فيه مجلس جديد ما فيه مجلس جديد الراجل عنده تخوف داخلي فاتكلم على اللي هو يعني عايز يمشي في يناير يبقى مش موجود علشان كده بيدور على عرض قطري أو وصلوا بالفعل عن طريق مدير أعماله اللي هو في قطر أساسا اللي هو يروح ويخرج مرة تانية أزمات كتير جدا الواحد ما يحبش شوفها في نادي الزمالك لأن الاستقرار بيجيب نجاح الاستقرار بيجيب نجاح الاستقرار بيخليك تبدع الاستقرار بيخليك في أمان ده اللي محتاجه لعبة نادي الزمالك والناس اللي تبقى مسؤولة داخل نادي الزمالك الله يكون فعون نادي الزمالك من الأخبار اللي تيجي تقول أنا بيبقى عندي أخبار كتير جدا على فكرة من داخل نادي الزمالك بس تصدقوني بقول اللي بينفع يتقال لأن ده إعلام لو نادي الإسماعيل عنده انفراض حقوله لو المحل عنده انفراض حقوله لو الأهلي نفس الموضوع كل الأندية علشان كده خصوصا للرجل عملها بلكده في وقت مهم جدا لنادي الزمالك وخرج فدلوقتي يوقف الكواليس الراجل مش مرتاح مش مبسوط ما قلق خايف فهل حيمشي زي الخبر اللي احنا متأكدين منه في يناير الله أعلم احنا بس بنعرض لحضراتكو وده دورنا